مرحبا بكم من جديد اليوم راح نقرأ ونترجم قطعة A Powerful Lesson For Everyone وهاي القطعة أو هي بالحقيق قصة لأن مكتوب Story Time فهاي القصة وزارية فرح نبدأ نقرأها ونترجمها بس قبل لا نبدأ اللي أرجو منكم تشتركوا بالقناة ودخلوا لايك للفيديو رح نقرأها ونترجمها وأيضا نحل الأسئلة الوزارية وقطيكم الأسئلة المهمة عنها والStory Time بالوزاري تجينا بالسؤال الرابع فرع الأي فخلنا نبدأ نقرأ شوية شوية ونترجم Every year كل سنة الصباح newspaper جريدة الصباح makes a special offer تقدم makes تقدم هنا جاية a special خاص offer عرض إذن جريدة الصباح كل سنة تقدم عرض مميز two young students two إلى two young students طلاق طالبين طالبين صغار young يعني صغير from local schools من المدارس المحلية local محلي schools مدارس in the summer holidays في العطل الصيفية holidays عطل summer هي الصيف these students هؤلاء الطلاب can work يستطيعون العمل as reporters as هناك ك كمراسلين أو كصحفيين reporters مراسل أو صحفي on the paper في الجريدة إذن هذول الطلاب الاثنين اللي تقدم لهم العرض يقدرون يروحون لموقع هاي الجريدة ويشتغلون كمراسلين they can see هم يستطيعون رؤية what reporters really do يستطيعون رؤية ما يقوم به الصحفيين حقا in their jobs في وظائفهم إذن هم يقدرون يباعون الصحفيين شي سوون بالضبط شون رح يشتغلون شون يسوون جريدة and they can learn وهم يستطيعون learn التعلم to write reports and يكتبوا ال reports التقارير last summer الصيف الماضي سلام أحمد was the lucky boy كان الفتى المحبوب إذن من ال lucky boy لل last summer للصيف الماضي هو ش اسمه سلام أحمد هذ اسمه مهم he was 15 years old كان عمره 15 هنا همين عمره مهم and he wanted to be a reporter و أراد wanted أراد to be أن يكون أو يصبح شنو reporter مراسل أو صحفي هاي مهمة هنا شان يريد يجيكم مرات سؤال بالوزاري what did سلام أحمد want to be تقول he want to be a reporter يعني و أراد أن يكون مراسل on his first day في يومه الأول first الأول day يوم at the paper في الصحيفة he took هو أخذ هنا he took a new reporter's notebook أخذ دفتر للصحفين جديد يعني أخذ دفتر خلى للصحافة عمل الصحافة فقط علموا يدون بملاحظات علموا بعدين يكتبها يسويها report تقرير one of the reporters أحد المراسلين was showing سلام كان يري سلام showing يري his desk مكتبه disk المكتب مات when the editor came and said عندما أتى الإديتور المحرر وقال and said قال إجقال هذا الإديتور المحرر رئيس يعني رئيس الصحافة a big new restaurant is opening a big كبير new جديد restaurant مطعم is opening يفتح إذن مطعم جديد كبير يفتح in بغداد في بغداد إش وقت next Tuesday الثلاثاء القادم I need someone أحتاج شخص ما to write ليكتب a good report تقرير جيد on the event على الحدث هذا الإديتور المحرر هي شي قال أنه مطعم جديد رح يفتح أحتاج مراسل يكتب لي تقرير جيد عن هذا الحدث I can do it أنا أستطيع فعلها وأنا أستطيع القيام بها سلام said سلام قال من قال هاي الجملة سلام قال On Tuesday في يوم الثلاثاء سلام took his notebook سلام took أخذه his notebook دفتر ملاحظاته and camera والكاميرا إذن إش أخذ هنا مهمة إش أخذ في يوم الثلاثاء his notebook and camera دفتر ملاحظاته والكاميراته هي هذا السلام وهذا النوتبوك مالته إذن And went وذهب into the new restaurant وذهب إلى المطعم الجديد سلام watched everything سلام واشد شاهد everything كل شيء but one special thing attracted his attention but لكن one شيء ما special مميز think شيء attracted جذب his attention انتباهه attention هو الانتباه his attention عاجتي his attention صار تملك his صفة تملك a young boy ولد صغير was taking كان يأخذ his old father والده الكبير who was والذي كان in a wheelchair الكرسي الكرسي أبو العربان اللي يدفعوه للأشخاص المعواقين أو ما يقدرون يمشون يقعدون بيون الناس تدفعهم فهو هذي يسموه wheelchair كرسي عجلات إذن والده اللي كان على العربة to the restaurant كان يأخذ والده to the restaurant للمطعم for a treat من أجل يعني treat يعني يعزم الوالده the boy الولد بوت اشترى his father لوالده some food بعض الطعام the father الأب was very old كان كبير جدا and weak وضعيف and dropped food وأسقط الفود الطعام on his shirt على قميصه and trouser وبنطاله while he ate بينما كان يأكل يعني بينما هو كان يأكل كان يوقع الطعام على قميصه وبنطارونه لأنه كان شنو شنو السبب اللي يوقع الطعام لأنه كان very old and weak كبير جدا وضعيف many of the other customers العديد من customers الزبائن الآخرين watched شاهدوا with the old man الرجل الكبير in disgust في قرف disgust قرف أو تقزز but his son لكن ابنه looked at him نظر إليه with love بحب and respect واحترام after the old man had finished eating بعد أن أكمل الرجل الكبير أو العجوز الأكل his son ابنه who was not at all والذي لم يكن كليا embarrassed محرج كويتلي بهدوء took أخذه هم أخذه إلى الواشروم الحمام and patiently وبصبر وبد مسح the food الطعام from his clothes من ملابسه combed his hair ومشط شعره combed مشط straightened his spectacles وعدل أو قوم his spectacles نظاراته when they came out عندما خرجوا يعني قصده هنا خرجوا من الحمام the entire restaurant كل المطعم was watching كانوا يشاهدون watching them يشاهدونهم in dead silence في هدوء أو صمت تام هنا dead يعني شي تام هي تجي dead يعني مات بس ويا هاي الكلمة silence معنا يعني صمت مميت أو صمت تام not able غير قادرين to grasp grasp أن يفهم أو يستوعب how someone كيف أن شخص ما could embarrass themselves يمكن أن يحرجوا نفسهم publicly علانية like that مثل هذا الشكل the son الابن very proud and pleased فخور جدا و مسرور pleased مسرور very proud فخور جدا started walking out through the crowd started بدأ walking out يخرج through خلال أو من خلال the crowd الازدحام with his father مع والده as they left وبين ما هم يغادرون a wise old man رجل عجوز حكيم wise حكيم called out to the son نادى الابن and asked him وسأله don't you think you have left something behind قل لا تعتقد انك تركت شيء خلفك don't you think لا تعتقد you have left انت تركت left تركت something شيء ما behind خلفك the son ab the restaurant went silent المطعم اصبح في صمت سلام was watching سلام كان يشاهد everything كل شيء and followed والتبع the boy and his father الاب وابنهم after asking them questions بعد سؤالهم اسئلة and taking notes واخذ ملاحظات he thanked هو شكر the boy الفتى and kissed وقبل the old man الرجل الكبير on his head على رأسه سلام made his very first report سلام صنع تقريره الاول على الاطلاق about this touching story about عن this هذه touching story القصة المؤثرة touching هنا مؤثر أو تلمس القلب معناها touching وحد هي يعني يلمس أو اللمس and it was priced by everyone وكانت مقيمة من الجميع يعني priced أشادة بها الجميع اللي هنا خلصنا قراءة هاي القصة هس نروح على كتاب التمارين نشوف اش عدنا تمارين تخص هاي القصة فعدنا صفحة 72 بكتاب activity هذا التمرين الوحيد فقط عن هاي القصة يقول use the words in the box استخدم هذي الكلمات بهذا البوكس to complete the sentence لإكمال الجمال فه جدا جدا مهم هذا التمرين فالمطلوب منكم انتو ما تحفظون كتابة اي شي ما تحفظون بي فقط تفهمون المعاني مال كل كلمة موجودة تحفظون المعاني وتفهمون الجمل على مو تعرفون تربطون من تجيكم هاي الجمل وهاي الكلمات فخل نبدأ وش نترجم هاي الكلمات عدنا reporter مراسل wheelchair كرسي العجلات weak ضعيف ويس حكيم priced أشادة أو مدحة spectacles نظارات فنبدأ جملة الأولاد تقول فراغ writes about events for a newspaper writes يكتب about events عن الأحداث for a newspaper للجريدة منو هاذ reporter هو اللي يكتب عن الأحداث من أجل الجريدة ثانيا I need أنا أحتاج فراغ to see clearly لأرى to see لأرى clearly بوضوح when I'm reading عندما أقرأ إذن شنحتاج ال spectacles النظارات ثالثا I am to أنا جدا فراغ to carry that heavy box to carry لأحمل that ذلك الheavy ثقيل البوكس الصندوق أنا لأحمل ذلك الصندوق الثقيل can you help me هل تستطيع مساعدتي فالحل هو weak I am too weak أنا ضعيف جدا لأحمل ذلك الصندوق الثقيل تابعا young people الناس الصغار should be ينبغي أن يكونوا فراغ when they عندما هم help يساعدون the older generation الجيل الأكبر يعني قصد الناس الأكبر منهم should be priced يجب أن يكونون ممدوحين إنه إحنا نمدحهم خامسا if someone is unable if someone إذا شخص ما is unable غير قادر to walk للمشي easily بسهولة they may need هم ممكن أن يحتاجوا فراغ شي يحتاجون wheelchair كرسي العجلات السادسة والأخيرة ذا فراغ من سد الرجل قال you lift a lesson for every son and hope for every father أنت تركت درس لكل ابن وأمل لكل أب فهو شنو الوايس الوايس من الرجل الحكيم قال هاي المقولة لصنا ساش ننتقل للأسئلة الوزارية الجاية بالسنوات السابقة فعدنا أول سؤال هو what was the special thing ما هو ال special thing الشيء المميز attracted salam's attention الذي attracted جذب salam's attention انتباه سلام الحل هو a young boy was taking his old father who was on a wheelchair فتا صغير والذي كان يأخذ أباه الذي كان على كرسي العجلات السؤال الثاني what did salam take with him on Tuesday ما الذي أخذه سلام معه في يوم الثلاثة الجواب الجواب notebook and camera دفتر ملاحظات و camera السؤال الثالث السباح newspaper جريدة الصباح makes a special offer قدمت او تقدم عرض مميز to five young students لخمسة طلاب صغار from local schools من المدارس المحلية true or false صح ام خطأ جب هو خطأ لان هي تقدم عرض ل two students طلاب اثنين مو five مو خمسة وهنا كاتبتلكم السنة اللي جاي بيها هذا السؤال السؤال البعدي who was the lucky boy last summer من كان lucky boy الفتى المحظوظ last summer الصيف الماضي الجواب هو بس نكتب اسمه سلام احمد وبس سؤال الخامس what did the editor say ماذا قال الeditor المحرر to the reporters للمراسلين answer اجب الجواب هو a big new restaurant is opening in Baghdad next Tuesday مطعم جديد كبير يتم افتتاحه في بغداد الثلاثة القادم هاي الاجوبة تحفظوها ورقة وقلام املاءها مهم حراماتي نقصوكم على مدل الاملاء وانتو تعرفون الجواب فانتو كتبوها كل جواب يكتبو الحد ما تحفظو فات خمس مرات ست مرات اللي قدر من ثلاث مرات مو مشكلة اهم شي تحفظو ورقة وقلام السؤال اللي بعد يقول what did سلام احمد want to be ماذا اراده سلام احمد ان يكون want to be want اراده to be ان يكون answer اجب شنو اراده ان يكون reporter مراسل او صحفي السؤال اللي بعد سلام took his notebook and a camera سلام اخذ his notebook دفتر ملاحظاته and camera وكاميرته with him معه and went وذهب الى the restaurant المطعم on Tuesday في يوم الثلاثة true or false true صح هو اخذ الكاميرا والnotebook سؤال اللي بعد how old was the lucky boy سلام answer how old كم عمر lucky boy الفتا المحظول سلام مش قد عمره he is 15 years old وبس تقدرون وايضا تقدرون فقط تكتفون بي he is 15 تكتبون 15 رقم what did the son buy his father ما الذي اشترى الابن لوالده what did the son ماذا الابن buy اشترى his father لوالده answer جاب هو he bought some food هو اشترى bought هنا buy نحولها للماضي بالجواب نحولها للماضي boat الماضي ما buy هو boat اشترى سنفود بعض الطعام لانه سائل بدد فالدد هي مال ماضي هاي ثابته فعل مساعد مال ماضي من اشوف سائل بدد فاني من اجاوب اجاوب بالماضي سؤال بعده صح ام خطأ طبعا صح الابن looked at his father نظرة لوالده with disgust بقرف true or false صح ام خطأ طبعا خطأ how old was سلام احمد كم كان عمر سلام احمد آنسر اجب he is 15 جاي بسنتين دتلاحظون 2017 دور الثالث و2018 تمهيدي يعني هذا السؤال مهم متكرر شوف شقد متكرر what did the editor say ماذا قال المحرر to the reporters للمراسلين هاي همين متكرر السؤال فالجاوب هو نفسه a big new restaurant is opening in bagdad next tuesday what did سلام احمد want to be ماذا اراد سلام احمد ان يكون a reporter او نقول he wanted to be a reporter هاد جوب المضبوط هو اراد ان يكون reporter صحفي او مراسل why was the boy's father لماذا كان والد الفتى dropping food يسقط الطعام on his shirt على قميصه and trouser وبنطاله answer اجب الجواب what because he was very old and weak لأنه كان كبير جدا و ضعيف very old كبير جدا weak ضعيف سلام's first report التقرير الاول لسلام was about the touching story كان كان عن was about the touching story القصة المؤثرة of the boy للفتى and his father ووالده true or false صح ام خطأ طبعا صح what did سلام take ما الذي اخذ سلام اخذه سلام واذهم معه when he went to write عندما ذهب لي يكتب his first report تقريره الاول شنو اللي take take شاخذ جاب هو he took هو اخذه همين ماضي take take حولناها للماضي ليش لانساء اللي بدد تعال محتب القضعة الخارجية مني يسألكم بدد منتجاوبون الفعل مالتكم اتحولوا للماضي فالماضي ما take what took he took his camera and notebook اخذ كاميراته ودفتر ملاحظاته او تقدر تكتب فقط notebook and camera اختصار why did the father لماذا الاب اضرب اسقط فود الطعام on his shirt على قميصه وبنطاله true or false صح ام خطأ طبعا صح ما الذي اخذه سلام احمد في يوم الثلاثة شو اخذويا camera and notebook او notebook and camera شفتو شقد هذي السؤال متكرر يعني شقد مهم the father the father the father the father the father was dropping the food كان يسقط الطعام on his shirt and trousers على قميصه وبنطاله because he was فراغ لأنه كان فراغ complete اكمل لأنه كان شنو very old and weak هذا الجواب بس كبير جدا وضعيف واللي هنا خلصنا الاسئلة الوزارية هسا اكو بعد شكم سؤال مهم ممكن يجبوهن بالشهريات فتابعوهن خافوا تفيدكم هسا اخر شي عدنا بس هاي الاسئلة وها هي اول سؤال يقول who was the lucky boy من كان من هو lucky boy الفتى المحظوظ how old was he وكم كان عمره فالجواب سلام احمد was the lucky boy هاي was the lucky boy تاخذوها مننا was the lucky boy سلام احمد كان الفتى المحظوظ و how old نقول he is 15 years old وتقدرون فقط تكتبون he is 15 عمره 15 did the customers هل الزبائن watch the old men شاهدوا الرجل الكبير with love and respect بحب بحب واحترام هل الزبائن نظروا لل old men للرجل الكبير باحترام وحب لا طبعا فشو نجاوب نقول no they didn't no they لأن جمع و didn't نأخذ بس نخلي ل not هاي short answer الأجوبة القصيرة عن كل زمن شعندي فعل مساعد آخذه وخلي هنا no they didn't لا هم لم يفعلوا what did سلام do ما الذي فعله سلام after asking the father بعد سؤال الأب and his son وابنه questions and taking notes واخذ ملاحظات يعني إش سوى سلام أحمد بعد أن سأل الأب وابن أسئله وسجل ملاحظات أو أخذ ملاحظات إش سوى جوب هو he thanked the son شكر الأبن and kissed وقبل the father الأب how did the son feel كيف شعر الأبن when they came out عندما خرجوا من the washing room من الحمام شون كان شعور الأبن جوب هو very proud and pleased فخور جدا ومسرور pleased مسرور واللي هنا نكون خلصنا فيديو اليوم أتمنى تكونوا نفتهمتوا واستفاديتوا لأرجو منكم لا تنسون اشتركوا بالقناة وخلوا لايك للفيديو على مود آنهم أستمر أنزلكم فيديوهات تفيدكم ترجمة نانسي قنقر